تعلمون من دروس سابقة أن الدالة هي عبارة عن اقتران بين عناصر من مجموعة ما وعناصر من مجموعة أخرى مثلاً إذا كانت هذه المجموعة الأولى X ويطلق عليها مصطلح المجال والمجموعة الثانية Y هي المجال المقابل وتقترن مدخلات معينة في X مع مدخلات أخرى في Y عن طريق الدالة تخيلوا أن X سلى من الموز وY سلى من التفاح وتقترن كل حبة موز مع حبة التفاح وهذا الاقتران يسمى الدالة تذكروا أن الدالة تكتب بهذه الصورة مثلاً F لX يساوي X تربيع وتجدون قيمة الدالة عن طريق التعويض عن X بعدد ما ولكن بشكل عام الدالة هي اقتران بين عنصر في مجموعة وعنصر آخر في مجموعة أخرى وكما تعلمون تنتمي المتجهات إلى المجموعات مثلاً إذا كان المتجه X ينتمي إلى RN هذا يعني أن X يمثل عدد N من الصفوف تذكروا أن RN هو جميع مجموعات الصفوف N مثلاً X1 X2 إلى XN حيث X1 و X2 إلى XN ينتمي إلى الأعداد الحقيقية ويمكن تغيير الحرف N إلى أحرف أخرى مثلاً M أو S ولكن بشكل عام يرمز هذا الحرف إلى عدد الصفوف مثلاً إذا كان R5 هذا يعني أن هناك خمسة صفوف وعندما ينتمي المتجه X إلى RN هذا يعني أنه يمكن كتابة الصفوف N بصورة المتجه X أي أن متجه العمود X يساوي هذه القائمة المرتبة التي تحتوي على عدد N من العناصر التي تنتمي إلى الأعداد الحقيقية أي X1 X2 إلى XN وجميع قيم X تنتمي إلى الأعداد الحقيقية هذا تعريف X ينتمي إلى RN ارسموا RN هكذا وارسموا مجموعة أخرى مثلاً RM وبما أن المتجهات يمكن أن تنتمي إلى RN بإمكانكم وضع المتجه X في RN وإذا اقترنا مع متجه آخر في RM مثلاً مع المتجه Y ينتج عن ذلك الدالة F وبالتالي تحول الدالة F المجموعة RN إلى المجموعة RM يشير رمز السهم أن التحويل أو الإقتران حدث بين مجموعتين أي أن عناصر من المجموعة الأولى اقترنت مع عناصر من المجموعة الثانية ومن الممكن كتابة الدالة بهذه الطريقة حيث F هي تحويل X إلى X تربيع لاحظوا أن السهم المستخدم في هذه الحالة مختلف عن السهم الذي يشير إلى التحويل بين مجموعات والذي استخدمناه من قبل أما هذا السهم يشير إلى التحويل من عنصر إلى عنصر آخر لما أن المتجهات تنتمي إلى المجموعات والدوال هي عبارة عن اقتران أو تحويل بين عناصر المجموعات هذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك دوال متجهة وإذا كان المجال المقابل مجموعة فرعية من RM وم أكبر من واحد هذا يعني أن الدالة متجهة أي أنها اقتران بين عدد M من صفوف الأعداد الحقيقية هذا يعني إذا كان الاقتران في فضاء ثناء الأبعاد تكون الدالة متجهة حاولوا الآن حل بعض الأمثلة عن المتجهات والدوال إذا كانت الدالة F لX1, X2, X3 يساوي الإحداث الأول X1 زائد 2X2 والإحداث الثاني هو 3X3 بناء على المعلومات السابقة F هي تحويل من المجال أي R3 إلى R2 لأن هذه مجموعة من صفين وهذه مجموعة من ثلاثة صفوف أو بإمكانكم كتابة الدالة باستخدام المتجهات حيث F للمتجه X1, X2, X3 يساوي المتجه في R2 وهو المتجه X1 زائد 2X2 و3X3 جدوا قيمة F للمتجه واحد 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 ويساوي واحد زائد 2 ضرب واحد يساوي ثلاثة والحد الثاني يساوي ثلاثة إذن الناتج يساوي المتجه ثلاثة ثلاثة انتقلوا إلى المثال الثاني F للمتجه 2 أربعة واحد يساوي 2 زائد 2 ضرب 4 ويساوي عشرة والحد الثاني يساوي ثلاثة إذن الناتج هو المتجه عشرة ثلاثة حاولوا الآن رسم هذه المتجهات ارسموا المحاور X1 وX2 وX3 والمتجه الأول واحد 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 يكون شكله هكذا وهذا المتجه في الوضع القياسي لأنه بدأ من نقطة الأصل ارسموا المتجه الثاني إثنين أربعة واحد إثنين عند هذه النقطة ثم تحركوا بمقدار أربعة وحدات بهذا الاتجاه ووحدة واحدة إلى الأعلى وبالتالي يكون شكل المتجه هكذا وهكذا رسمتم المتجهين في المجال R3 حاولوا الآن رسم المجال المقابل وهو R2 إذن ارسموا محورين X1 وX2 ارسموا ناتج F للمتجه واحد 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 وهو المتجه ثلاثة ثلاثة إذن يكون شكل المتجه في الوضع القياسي هكذا إذن تحول هذا المتجه في R3 إلى هذا المتجه في R2 عن طريق الدالة F ارسموا الآن المتجه عشرة ثلاثة هكذا إذن تحول هذا المتجه في R3 إلى هذا المتجه في R2 أي اقترنا المتجهان مع بعضهما عن طريق الدالة F يستخدم مصطلح التحويل عند الحديث عن الدوال المتجه وهو نفس مصطلح الدالة ولكن التحويل هو دالة متعلقة بالمتجهات ويستخدم عادة حرف T كبير للإشارة إلى التحويل وبالتالي تستطيعون استبدال الحرف F بT للإشارة إلى عملية التحويل مثلاً من R3 إلى R2 وبالتالي T لX1 X2 X3 يساوي X1 زائد 2X2 فاصلة 3X3 T وT للمتجه 111 يساوي المتجه 3-3 وهكذا تعلمتم رموز التحويلات والدوال وكيفية رسم الدوال المتجهة وكتابتها وبهذا ينتهي درسنا عن تحويلات المتجهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا